والزيارة السؤال الرابع السؤال الرابع من الأخت العزيزة أم فاطمة أم فاطمة من السويد من السوكهول السؤال عن موضوع طرحته في برنامج يا حسين البوصلة الفائقة حينما تحدثت عن أنحاء من الفهم الشيطاني الخاطئ في أجوائنا الشيعية للمشروع الحسيني وذكرت أن هناك من يعتقد بالفداء الحسيني والذي جاءنا من الفكر المسيحي والمراد بالفداء الحسيني من أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قدم نفسه ودمه الطاهر كي تغفر ذنوبنا وأخطاؤنا وما نقوم به من معاصن في هذه الحياة وهذا الكلام لا علاقة له بالشفاعة الشفاعة عنوان وعقيدة لها تفاصيلها وخصوصياتها هذا المعنى يظهر في كثير من الأشعار وفي كثير من الحكايات والقصص التي تروى على المنابر وهناك من الخطباء من يتحدث بهذا المنطق وبهذا اللسان ما أفهمه هذا منطق شيطاني تحدثت عن هذا الموضوع ولكن الأخت الفاضلة أم فاطمة تطلب متابعة إضافة أخرى توضيحا آخر كان في نية أن أتحدث عن الفداء المسيحي بالتفصيل ولكن الوقت لا يكفي أعدها أن أتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل لكنني سأجيب سأجيب على هذا السؤال بإجابة موجزة فلعل من فائدة تتحقق من هذه الإجابة الموجزة منهجنا العلمي لا أتحدث عن نفسي إنني أتحدث عن منهج محمد وآل محمد هناك قاعدة معلومات هي الكتاب الكريم نتحاكم نتحاكم إليها ونعود إليها فسأبدأ من الكتاب الكريم سأتتبع الآيات التي تحدثت عن الفداء عن الفدية في الآية الحادية والتسعين من سورة آل عمران إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وفديناه بذبح عظيم ما جاء في قصة إسماعيل بحسب رواياتي وأحاديث أهل البيت لا صلة لها بهذا الموضوع القضية ترتبط بأجر إبراهيم على مصاب الحسين ولكنني سأتابع ما جاء من آيات تتحدث عن الفداء والافتداء في الآخرة لأنهم يقولون من أن الحسين قدم دمه كي يغفر لنا يوم القيامة كي تحط عنا ذنوبنا هذه هي عقيدة الفداء الحسين التي أصفها بأنها عقيدة شيطانية فهذه الآية تنفي وجود قانون للفداء والافتداء بأي نحو من الأنحاء في يوم القيامة الحادية والتسعون من سورة آل عمران إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملع الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين في سورة المائدة في الآية السادسة والثلاث إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم لا يوجد قانون للإفتداء وللفدية للجميع للكافرين ولغيرهم وإذا ما ذهبنا إلى سورة يونس إلى الآية الرابعة والخمسين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به ولو أن لكل نفس ظلمت ونفوسنا ظالمة أيضا الجميع نفوسهم ظالمة وظالم النفس مسؤول ومحاسب لكننا نعتقد بنجاتنا بالشفاعة لا بالفداء الحسيني ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصد وهم لا يظلمون نحن تشملنا هذه القوانين لكننا ننجو كما نعتقد بالشفاعة وإلا هذا القانون يتحدى من الجميع أعيد قراءة الآية وهي الرابعة والخمسون من سورة يونس ولو أن لكل نفس ظلمت ما نحن من النفوس الظالمة نحن ظلمنا أنفسنا وظلمنا الآخرين من أبناء جنسنا وظلمنا محمدا وآل محمد وظلمنا الله الشرك ظلم عظيم ونحن نشرك بالله بدرجة و بأخرى ومر الحديث عن عقائد مراجعنا الكرام في الكتب التي كتبوا فيها العقائد بحسب موازين آل محمد حين تحدثوا عن صفة الإرادة وأنها صفة ذاتية بحسب حديث آل محمد هذه عقيدة شركية مر الحديث في هذا الموضوع وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصد وهم لا يظلمون نجاتنا بالشفاعة وشفاعة شيء و الفداء الحسيني المدعى وهي عقيدة شيطانية شيء آخر وفي سورة الرعد في الآية الثامنة بعد العاشرة للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهات للذين استجابوا لربهم الحسنى هذه الاستجابة على درجات و الحسنى بحسب حديث العترة الطاهرة ولاية علي حيثما وردت الحسنى من أسماء ولاية أمير المؤمنين في القرآن الآيات كلها وأنا لا أريد أن أقف عند كل آية فهذا يستلزم وقتا طويلا ولكن الآيات كلها كما تلاحظون تنفي وجود قانون أو برنامج للفداء أو الافتداء في يوم القيامة للكافرين لجميع النفوس الظالمة ليس هناك من قانون للفداء والافتداء هناك قانون لنجاة أولياء محمد وآل محمد إنه قانون الشفاعة والشفاعة في محتواها ومضمونها لا علاقة لها بما يعتقد البعض من الفداء الحسين وفي سورة الزمر في الآية السابعة والأربعين وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَى لَهُمْ من الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ نحن ندخل في الذين ظلموا ولكن الشفاعة إمامنا هي التي تخرجنا من هذا العنوان فلا يوجد برنامج للإفتداء في يوم القيامة مطلقا الآيات هكذا تتحدى في الآية الخامسة بعد العاشرة من سورة الحديث فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدِيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ بحسب سياق الآيات التي تقدمت على هذه الآية فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ الْنَارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَا فِدْيَةٌ وَلَا افْتِدَاءُ وَإِذَا مَا ذَهَبْنَا إِلَى سُورَةِ الْمَعَارِجِ وَإِلَى الْآيَةِ الحادية بعد العاشرة وما بعدها يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي لا يوجد افتداء لا بأموال ولا بعقارات ولا حتى بأشخاص ولا بأي شيء جميع أنواع الفداء والافتداء لا وجود له في يوم القيامة هناك شفاعة هي التي ينجو بها السعداء من الذين ينالون من الذين ينالون شفاعة هذه آيات الكتاب الكريم التي تحدثت عن الفدية والفداء والافتداء في يوم القيامة إنها نفت هذا المعنى جملة وتفصيلا فلا وجود لمثل هذا القانون في يوم القيامة هذه كل آيات الفداء والافتداء والفدية التي وردت في الكتاب الكريم في سورة الإسراء في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا بحسب قراءة المصحف فلا يسرف في القتل وبحسب قراءة آل الله التي نقرأها للتفسير فلا يسرف فبحسب قراءة المصحف اللا ناهية وبحسب قراءة آل الله اللا نافية فلا يسرف هنا نهي عن الإسراف في القتل فلا يسرف هنا نفي عن تحقق إسراف في القتل بسبب الجريمة الكبرى الآية في الأفق الحقيقي في مرحلة التأويل تتحدث عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه لذا فإن اللا هنا نافية وليست ناهية ولذلك حينما تكون اللا نافية فإن الفعل المضارع سيكون مرفوعا لأنه سيكون مجردا عن الناصب والجازم ولكنها حين تكون ناهية فإن الفعل سيكون مجزوما لأن لا الناهية هي من جوازم الفعل المضارع وهذا الفارق بين القراءتين بين قراءة المصحف وهي قراءة المخالفين وبين قراءة العترة الطاهرة والتي نقرأها لأجل التفسير لأننا أمرنا أن نقرأ بقراءة المخالفين والنواصب في التلاوة أما في التفسير فإننا نقرأ بقراءتهم لأجل أن نفهم المعاني ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما إنه الحسين فقد جعلنا لوليه إنه القائم سلطانا فلا يسرف إنه لا يسرف في القتل مهما قتل فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا إذا كان قتل الحسين فداء فلماذا هذا الأمر لماذا هذا الأمر إذا كان فداء فليس هناك من ثأر وليس هناك من حق ثابت لوليه هو فدى نفسه وانتهى الأمر لا معنى للفداء الحسيني إنه فكر شيطاني الآية واضحة صريحة بحسب أحاديث آل محمد في مستوى التأويل هي في الحسيني ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه للقائم من آل محمد سلطانا فلا يسرف فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا فلا معنى للثأر ولا معنى لهذا الشعار يا لثارات الحسين يمكن أن تقرأ يا لثارات الحسين ويمكن أن تقرأ يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين صحيحة ولها دلالتها ويا لثارات الحسين صحيحة ولها دلالتها فما معنى هذا الشعار إذا كان قتل الحسين فداء لا معنى له حينئذ ولا معنى لهذه الآية ولا معنى لكثير من مفاهيم الثقافة الحسينية الحق ما معنى أن نقرأ في دعاء اليوم الثالث من شهر شعبان إنه مولد سيد الشهداء فنقول اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم والدعاء مروي عن إمامنا المستشهد في مثل هذه الليلة مروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم في الثالث من شعبان إنه الحسين قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة لماذا يمد بالنصرة إنه كان فداء فلماذا يمد بالنصرة فحين كان فداء فقد تحققت أهدافه حين قدم نفسه مشروع الفداء هو مشروع وهدف في نفس الوقت فلا توجد له آثار وتفاريع إنما آثاره تتحقق في يوم القيامة حينما تغفر ذنوبنا أما في عالم الدنيا فقد تحقق الهدف لأن الله سبحانه وتعالى حينئذ قد قبل الفداء وقرر أن يغفر ذنوب الذين فداهم الحسين بدمه وهذا هراء هراء هذا هذا هراء يتنافر ويتعارض مع منطق الكتاب والعترة بدرجة 100% في جميع الاتجاهات قتين العبر وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله لماذا يعوض عوضه من القتل هو غفران الذنوب للشيعة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرض الجبار إلى آخر الدعاء هذه المعاني لماذا جعلت عوضا لدم الحسين المعوض من قتله إلى بقية التفاصيل التي قرأتها عليكم العوض عن قتله يكون في القيامة غفران ذنوب شيعته هذا هو معنى الفداء كل هذه التفاصيل تتحدث عن حقيقة واحدة أن الاعتقاد بالفداء الحسيني اعتقاد باطل هذا هو فكر شيطاني تسرب إلينا من الفكر المسيحي لا نريد أن نناقش المسيحيين في عقيدتهم لكنني أتحدث عن عقيدتنا نحن حين نقرأ في سورة التكوير ولا زلت أعود إلى القرآن في سورة التكوير في الآية الثامنة وما بعدها وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت في حديث العترة الموؤودة الحسين نفس الحسين وإذا الموؤودة سئلت وفي قراءة العترة وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت هذه قراءة العترة القراءة التفسيرية هي القراءة الحقيقية إنما أقول القراءة التفسيرية من جهة موقفنا الشرعي لأن الأئمة أمرونا أن نقرأ المصحفة بحسب قراءة المصحف التي يقرأ بها المخالفون في التلاوة أما في التفسير فإنهم علمونا أن نقرأ القرآن بقراءتهم بقراءة الباقر وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت هذه المودة عنوانها الأول فاطمة عنوانها المتجلي من فاطمة حسن وحسين لكن المشروع المركزي الأعظم لمحمد صلى الله عليه وآله هو مشروع الحسين حسين مني وأنا من حسين هذا هو مشروع محمد ولذا جاء في أحاديثهم الموؤودة في كامل الزيارات في هذا الكتاب كان بيودي أن أقرأ الرواية من مصدرها ولكنني أجد الوقت يجري سريعا لذا ألملم أطراف حديثي بقدر ما أتمكن المصدر للرواية هو كامل الزيارات الموؤودة الحسين وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت هذا السؤال يوجه لفظا إلى الحسين ومعنا إلى الوجود إلينا جميعا يوجه إلي وإليكم هذا هو المضمون الذي نقرأه في زيارات سيد الشهداء المطلقة هو بكم يدرك الله هذه الزيارة المطلقة الأولى وهي من أوثق الزيارات مروية في الكافي وفي أوثق مصادرنا عن صادق العترة صلوات الله عليه و بكم يفك الذل من رقابنا و بكم يدرك الله تيرة كل مؤمن يطلب بها هذه التيرة في أعناقنا نحن نسأل عنها الترة يعني ثأر الحسين هناك مسؤولية في أعناقنا نحن مسؤولون عن دم الحسين و إذا الموؤونة سئلت بأي ذنب قتلت فمثل ما يخاطب الله في القرآن النبي صلى الله عليه وآله بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة اللفظ لمحمد المصطفى و المعنى موجه لكل الخلق موجه للأمة و لكل الناس فمحمد للجميع المعنى للجميع و اللفظ يخاطب به محمد هكذا قال أمتنا من أن القرآن نزل بإياك أعني و اسمعي يا جارة الخطاب هنا يختصر في حسين و لكن الجميع مسؤولون قفوهم قفوهم إنهم مسؤولون الجميع مسؤولون عن أي شيء يسألون عن المودة قفوهم إنهم مسؤولون يسألون عن المودة لماذا يسألون عن المودة لأن رسول الله سألها سألنا عنها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة رسول الله سألها و جعل المسؤولية في أعناقنا و في أعناق الخلق و لذلك سيسأل الجميع كفوهم إنهم مسؤولون و إذا الموؤودة سئلت لم قتلت يا حسين و إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لماذا قتلتم حسين صاحب الأمر أليس يصرح في بياناته بحسب ما عندنا من أخبار لقد قتلوا جدي الحسين عطشانا إن جدي الحسين قتلوه عطشانا لماذا بأي ذنب قتلت كاف ها يا عين صاد كربلاء عطش الحسين صبر الحسين و إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لو كان المشروع مشروع فداء فلا يأتي هذا السؤال لأن صاحب المشروع قد حصل على جوابه حين قبل منه الفداء حين قبل الله فداءه فقد حصل على الجواب لأن الذنوب ستغفر للذين فداهم بدمه يوم القيامة فلا حكمة أن يكون هناك سؤال و إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لأن الحقيقة بخلاف ما يعتقد هؤلاء اجتباها و خطأا من أن الحسين قتل وسفك وسفح دمه الشريف الطاهر المطهر لأجل أن تغفر ذنوبنا نذهب إلى فصل كل المضامين و المفاهيم التي حدثتنا عنها النصوص الشريفة ترفض هذه العقيدة الباطلة رسالة الحسين و شعاره الذي نعرفه إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر و أسير بسيرة جدي و أبي علي بن أبي طالب هذا المضمون يتناقض جملة و تفصيلا مع فكرة الفداء الحسيني ما جاء في الزيارات الشريفة و أبي طالب ليستنقذ عبادك من الجهالة و حيرة الضلالة مثل ما ورد في زيارة الحسيني في يوم الأربعين أو ما جاء في زيارة الحسيني في عيد الفطر و عيد الأضحى كان في نية أن أقرأ النصوص من مصادرها لكنني طلبا للاختصار لن أعود إلى المصادر شعاره الذي نعرفه جميعا هل من ناصر ينصرني لماذا يطلب النصرة وهو في مقام الفداء الذي يكون في مقام الفداء لا يطلب النصرة لماذا يطلب النصرة النصرة لأي شيء هو جاء فاديا و مقدما نفسه فداء فلماذا يطلب من الآخرين أن يأتوا معه أليس هذا يقدح في الفداء لماذا يريد من الآخرين أن يكونوا فداءا معه الفادي يكون في غاية الجود بنفسه و في غاية الحرص على الذين يريد أن يقدم هذا الفداء لأجرهم فلماذا يريد من شيعته أن يأتوا كي يقتلوا معه لماذا جاء بأسرته إذا كان فاديا فإنه سيفدي بنفسه لماذا جاء بأسرته لماذا 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 الأسئلة كثيرة وقفة تأمل قصيرة عند كلمة سيد الشهداء هل من ناصر ينصرني تتضح من خلالها الصورة حين تأتي زيارة الناحية المقدسة وهذا هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار وأنا أقرأ من صفحة 322 323 من زيارة الناحية المقدسة لما تخاطب الزيارة الشريفة سيدة الشهداء فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان وفي بعض النسخ وهجموا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل إذا كان فداء لماذا ظهر كل هذا فهل أن الحسين فدى نفسه كي يظهر كل هذا الخراب لماذا ظهر كل هذا الخراب ولماذا يترتب على هذا الخراب مشروع طويل تحرك فيه أئمتنا من إمامنا السجاد إلى إمامنا القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين القضية واضحة جدا إننا حين نقرأ في كامل الزيارات مثلا في هذه الزيارة الزيارة مروية عن إمامنا الصادق هذا هو الباب التاسع والسبعون الزيارة الأولى نخاطب سيد الشهداء ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثأرك إذا كان فداء لماذا تضمن الأرض دم الحسين وثأر الحسين ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثأرك يا ابن رسول الله صلى الله عليك أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح هذه أهداف الحسين أهداف الحسين تتحقق بداياتها في ظهور إمامنا ويتجلى نصره وفتحه في الرجعة العظيمة هذه أهداف الحسين فليس ما قام به الحسين كان فداء لذنوبنا ولأخطائنا ومعاصينا تغفر يوم القيامة وإنما هو تحقيق لبرنامج الخلافة الإلهية إني جاعل في الأرض خليفة هذا البرنامج لم يتحقق لحد الآن هذا البرنامج بوابته الأولى عند ظهور إمام زماننا الحجة ابن الحسن ثم تفتح البوابات الأخرى بعد بوابة والبداية من الحسين صلوات الله وسلامه عليه النصوص كثيرة ولا أجد مجالا للتطرق إليها لكنكم إذا راجعتم كل المعطيات كل النصوص فيما يرتبط بالمشروع الحسيني كلها تشير إلى بطلان هذا الفكر وإلى شيطانية هذه العقيدة وإلى عدم انسجامها مع منطق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحياتي للأخت العزيزة الفاضلة أم فاطمة أتمنى أن يكون الجواب نافعا مفيدا إن شاء الله تعالى في مناسبات أخرى أعيدك إن سنحت الفرصة سأفتح هذا الموضوع من جميع مصارعه نذهب إلى فاصل ملاحظة صغيرة تتعلق بحديث فيما يرتبط بالفداء الحسيني الكاتب المسيحي المبدع أنطوم بارا الحسين في الفكر المسيحي الطبعة الأولى كانت سنة 1978 وطبع بعد ذلك طبعات كثيرة الحسين في الفكر المسيحي للكاتب المسيحي اللبناني المبدع أنطوم بارا أنطوم بارا بذل جهدا كبيرا حاول أن يجد وجهة شابه فيما بين الحسيني والمسيح ما استطاع أن يجد هذه النقطة في المشروع الحسيني فهو قد تحدث عن المسيح بثقافته المسيحية الواسعة وتحدث عن الحسيني أيضا بطلاع دقيق دقيق اقرأوا الكتاب رغم صغره فقد استل أهم النصوص قد لا تجدونها في كتب العمائم القطبية فأنا قرأت كل كتبهم لا أريد أن أذكر الأسماء الكتب التي كتبت في بيروت أو في النجف أو في كربلاء أو في قوم كتبتها العمائم القطبية ومن على شاكلتهم أو العمائم التي تتشرب بفكر الفخر الرازي والله ما يملكون طلاعا كطلاع هذا الرجل على دقائق النصوص التي استلها من كامل الزيارات ومن أهم كتبنا الحديثية على أي حال أنا هنا لست بصدد الحديث عن الكتاب ولكنني أقول هذا الكاتب المبدع الذي أتعب نفسه كثيرا في البحث عن النصوص في أجواء الحسين حاول أن يجد نقاط التقاء أو نقاط تشابه فيما بين شخصية الحسين وشخصية المسيح فيما بين رسالة الحسين ورسالة المسيح فيما بين مشروع الحسين ومشروع المسيح بحث عن كل دقيقة وصغيرة لكنه ما استطاع أن يجد التقاء عند نقطة الفداء المسيحي نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر